هناك حدث هام جدا يحصل يعني بعد دقايق كده مصر بتطلق القمر الصناعي نايل سات 301 من كيب كانيفرال في فلوريدا الولايات المتحدة الامريكية على متن صاروخ اسمه فالكون 9 او فالكون 9 وهو تابع لشركة سبيس اكس العالمية ذائعة الصيط يعني 301 ده بالمناسبة هو امر صناعي تقريبا وزنه حوالي 4 طن عاملها شركة تالس في فرنسا هم اللي صناعوا هذا القمر الصناعي وهو 301 ويتم نقله لقاعدة الاطلاق في كيب كانيفرال زي ما كنت بقالوكه في ولاية المتحدة الامريكية في ولاية فلوريدا تحديدا هتتولى عملية الاطلاق شركة سبيس اكس المعروفة جدا عندنا اصبحنا كلنا عارفين سبيس اكس بتاعت مين وبتعمل ايه وما الى ذلك العملية بتاعت تصنيع الامر ده اللي هو 301 اظن قاعده حوالي سنتين ونص بيتم تصنيع هذا الامر العمر الافتراضي بتاعه 15 سنة برضو جدير بالذكر انك تعرف انه اي امر في الدنيا ليه عمر افتراضي وبعد كده خلاص فلازم تطلق واحد تاني ولهذا نحن نطلق 301 اللي بيزن زي ما كنت بقول لك 4100 كيلو يعني 4 واحد من 10 طن طيب هيضم تقريبا 38 قناة قمرية مش تلفزيونية عشان بودو تبقى عارف ان هناك فروق يعني كويس ايه تاني يا جماعة اظن احنا هنغطي هذا الاطلاق على الهواء مباشرة ودي حاجة برضو مهمة جدا ان احنا نشوف مع بعض هذا الحدث احنا معانا على تليفون البشمهندس حمدي مونير العضو المنتدب للشؤون الفنية للأقمار الصناعية اهلا بك يا فاندم اهلا بحضرتك يا فاندم الاول انا بحييك وبحيي استاد المشاهدين وبقول لهم باذن الله في خلال ساعة من الان نقول مبروك على المايرتات ومبروك علينا كلنا ومبروك على التليفزيون المصري ومبروك على كل المصريين ده رقم واحد رقم اتنين بحيي حضرتك على حجم المعلومات اللي عندك لدرجة ان انا حاسس انك انت ما تبليش حاجة اقولها يعني لا ونقدر وهل يفتى والبشمهندس حمدي في المدينة يا ربي اشلي طيب احنا نوضح عشان بس احنا في عجالة احنا المفترض قاعدين في غرفة العمليات غرفة العمليات دي بتشمل حاليا دلوقتي المصنع اللي هو ثلاث او من يمثلهم سبيس اكس ومن يمثلهم عندي استشاري اسمه تيلي سات والنيل سات وإحنا الاربع قاعدين في غرفة العمليات اللي فيها قررنا في الاخر بنقول جو ونوت جو غرفة العمليات اللي هناك في فلوريدا اه 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 افكاد كنفرال انا حاليا جابت وعندي مونوتورة عندي صاروخ عندي عندي كان عندي كل حاجة من خلال من يمثل اللي يمثل الشركة اللي موجود في غرفة الكنترول بيتبادلوا المعلومات بحيث باخد معلومات عن الامر وباخد معلومات عن الصاروخ ومعايا تيلي سات برضو بتقيم اللي ما يقال طول مر امور ماشية سموسلي ومعندناش مشكلة باذنك يا رب بنيجي في المعادل المحدد التايم داون او الكاونتر دا او كاونت داون بإذن الله على توقيتك انت هيبقى 11 و4 دقائر هنقول جو تمام وكلمة جو بإذنك يا رب ينطلق ونتوقع بإذن الله 32 دقيقة ويفصل ومبارك لنفسنا بالجزء الاولاني وبعد ال32 دقيقة من الفصل هنقعد حوالي 35 دقيقة لغاية لما الامر يسيب الصاروخ خالص تمام ويبدأ يديني معلوماتها يبقى في الحالة دا انا ابتديت اتعامل مع الامر وببدأ بقول هي دي المرحلة الاولى اللي اقدر ابالك لنفسي فيها انفصال تم بنجاح الامر اعطى المعلومات وابتدى يغزيني انا هنا في المحطات الارضية يمكن حتبقى معنا كوريا وحتبقى معنا روما ومعنا كامب فرنسا ومعنا البريميسز بتاعتنا 6 اكتوبر كل دولا ميتلقوا المعلومات ونبدأ ناخد الدقة ونمشي في رحلة الامر لغاية لما يصل للنقطة الاولى بإذنك يا رب في 19 يونيو فاحنا بإذن الله هو دا اللحظة في دلوقتي احنا بنبدأ بعد بيئتين ثلاثة اول ما ارجع بعد المكالمة مع حضرتك اول حاجة حنعملها ان احنا حنفصل الكهرباء الخارجية عن الامر تمام ونبدأ نفول الساروخ نفسه تملي الساروخ ما نقدرش نحط فيه الفول اللي في اخر 35 دقيقة اخر 40 دقيقة لا يحق لنا ان احنا نسيبه اكتر من 40 دقيقة قبل الاطلاق فاحنا الامور بطمنك وبطمن استاذ المشاهدين هي يعني زي ما بنقول الكتالوج ماشية زي ما بقول الكتالوج في القراءات والريدين والريسبونس اللي بيجيها ونبدأ يمكن في خلال دقائق نوام الريفول للساروخ ونخش بقى على الكونتينج داون كاونتينج للامر طول عمري كان نفسي احضر كاونت داون بتاع اطلاق الصاروخ بصراحة طب بشوانش حندي اخيرا انا مش عايز تطول عشان عارفه حتىك لازم هتقفل معنا هو الساروخ اللي طالع له فالكورناين هو ده الجيل الجديد من الساريخ التي تنطلق ثم تعود مرة اخرى سالمة اقول لحضرتك الساروخ ده عبارة عن حكتين الفيرينج نقول اللي هي الكابسولة اللي بتاخد الامر ودي اللي انت حتشوفها لو ما يعني انقاسف عاملة زي الرأس العلوي ودي جسم واحد تمام وفيه بوستر واحد ماشي وبوستر اثنين البوستر واحد ده فالكورن بعد تمن دقايه بينفصل وهو بيطير وينزل بموميتوفونيرشيا بينزل على بعد خمسمائة كيلو من نقطة الانطلاق فاول حاجة بيجيب البوستر رقم واحد تاني حاجة الفيرينج برضو نفس الحكاية بيقدر يجيبه مباشرة نقصه مجموعة من الكمبوننت اللي هو البوستر رقم اثنين وبعد الحاجات المكملة هو بيدعي ان هو في خلال سنتين من الان حيرتريف كل الكمبوننت اللي هي خاصة بالساروخ يعني اكده نو نص اتول يعني انت ما بتتكلمش على فارت حتى فقدها ما فيش خلاص توتالوس اني مور بعد كده اه يعني هو ده اللي بيبذل اغسى ما عنده طبعا الالكالكو الناين مهامه يعني مش عايزة اقول لحضرتك هنا الناس بتشتغل باسلوب انا ما شفتوش في حياتي يعني لك ان تتصور ان بمعدل من اربع لخمس ايام اطلاق وبالتالي احنا بنبقى موجئين في مرحلة من المراحل بيبقى الامر بتاعت في غرفة وانت خارج نقاسد في الكلمة يعني بينظف وراك وبعدك بدقايق داخل واحد تاني يعني تكنولوجي متفوقة جدا ونمط عمل ايضا متفوق جدا اشكرك جدا يا مشموانس حمدي وشكرا على وقتك لانه احنا فين دقايق ولازم تفصل معنا فورا ومع غيرنا الحقيقة شكرا جدا مشموانس حمدي مونير العضو المنتدب للشؤون الفنية للأقمار الصناعية مجموعة من المعلومات بالنسبة لي كانت اكتر من رائعة